مرحبا بكم في هذا الصرح الجديد حول الترجع بلغة الأررانغ في هذا المثال سنتعرف على طريقة الترجع والمثال الذي اخترته هو متسلسلة فيبوناتشي أو فيبوناتشي سيكونس فهذه المتسلسلة لها علاقة مباشرة مع العدد الذهبي بلغة الأررانغ سنقوم ببرمجة هذه الدلة سنسمي الموضول بفيب نكتب موضول فيب ونقوم بإكس بورت للدوال مثلا الدلة الأولى سنسميها F فدلت فيبوناتشي فهي معرفة لأعداد انطلاقا من اثنان يعني أن F لسفر فهي سفر وF لواحد فهي واحد وF لأن عندما يكون أن أكبر من أو يساوي اثنان فهي ترجع أن ناقص واحد زائد F لأن ناقص اثنان نضيف دلة أخرى نسميها Fibonacci de Value وValue فهي list sequence من اثنان إلى قيمة N بهذه الطريقة وسنضرب هذا القود الآن فيبوناتشي F لمثلا اثنان عشر فهي مائة وأربعة وأربعون نعيد الحساب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد عشر اثنان ثلاثة عشر لأننا لا نخرج الصفر في هذه المتسلسلة التي قمنا ببرمجتها الآن نقوم ب فيبوناتشي فيبينليست نحسب ثلاثة عشر أو مثلا اثنان عشر رقم من المتسلسلة نحصل على نفس الأرقام بطريقة الترجع مثلا خمسون رقم تأخذ بعد وقت لأن هذا للترجع سنلاحظ أن المعالج أحد المعالجات فهو مئة بالمئة لأن هذا الكود فهو سيكوانشل ويتم تنفيذ فقط على معالج واحد أظن أنه فيبوناتشي فيا كبيرة نسبيا من حيث التعقيد خوارزمي وستأخذ وقت طويل جدا في التنفيذ لذا سنكتفي فقط بحساب فيبوناتشي إنليست لخمسة وعشرون رقم فهذه هي متسلسلة فيبوناتشي بالترجع نحسب دلة أخرى مثلا فاكتوريال دو سفر فاكتوريال سفر هو واحد حسب التعريف وفاكتوريال دو ان فهو ان مضروب في فاكتوريال دو ان نقص واحد نجربه مرة أخرى فقط نجاب إضافته لدول الاكسبورت فبوناتشي فاكتوريال لعشرة فاكتوريال ستة فهو سبعمائة وعشرون فهو ستة مضروب خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد فهي سبعمائة وعشرون الآن سنقوم سنقوم بالقيام ب سبون لبروسس هذا البروسس يحسب في فيبوناتشي سأسميه فيب سبون ففيب سبون تقوم ب سبون موجول والفنكتوريال والفنكشن هي اللوب والبرامتر فهو فارغ الآن الآن نكتب دلة اللوب فدلة اللوب فهي عبارة عن البروسس سينتظر فاليو وين فاليو أكبر من أو تساوي اثنان على الأقل يقوم ب إعادة إرسال هذه المعلومات مع حساب دلة فيبوناتشي ريفاليو بهذه الطريقة ومن ثم إعادة اللوب الآن سنكتب دلة أخرى تقوم ب فيب ان سبون تقوم ب سبون لعدد معين من البروسس بهذه الطريقة سنكتب في سبون الآن سنضيف دلة سنسميها call bid value when value هذه الدلة ترسل ميساج لل bid مع self و value وتنتظر النتيجة من from و result بهذه الطريقة وترسل النتيجة أوكي الآن سنضيف تلك الدول الجديدة فهي فيب سبون سفر وفيب ان سبون ب بارامتر واحد و call ب بارامترين و loop ب سفر بارامتر هناك مشكل في السطر 32 ماذا يقول خطأ سنتقس error before هذا هو المشكل بارامتر واجب حدف الـ virgule لأننا نتوفر على شرط واحد مرة أخرى دلت فيبوناتشي لي مثلا عدد 10 ودلت فيبوناتشي لعشرة الأعداد للأعداد العشرة الأولى من المدة تالية الآن الآن أصبحت الأمور شيئا ما متوسطة صعوبة حيث أننا سنقوم ب spawn process loop سنسميه pay0 فهذا ال-pid ال-p0 هو عبارة عن loop تحسب دلت فيبوناتشي الآن ما علينا سوى القيام ب fib call pay0 والقيمة مثلا هي 15 أي أننا نريد نريد حساب قيمة دلة فيبوناتشي باستخدام process pay0 فهي 610 هذه الدلة قد تستطيع إنشاء العديد من ال-process الخاصة بحساب تلك الدلة الآن ما علينا سوى القيام ب fibonacci and spawn مثلا 1000 process نقوم بإنشاء 1000 process يحسب هذه الدلة ومن ثم نقوم ب fibonacci call page 15 مثلا فيبوناتشي فبيد هو لائحة bit كما تلاحظون فلقد قمنا بحساب قيمة fibonacci لعدد 15 في كل process من 1000 process التي قمنا بإنشائها أي أننا نرسل رسالة طلب حساب القيمة بالنسبة لكل process الآن إذا أردنا إرسال قيمة value فهي list sequence من 2 إلى 20 وهنا نستخدم value نستخدم كما تلاحظون فلغة lang فهي سريعة جدا هنا قمنا بحساب fibonacci من 2 إلى 20 على كل process من 1000 process التي قمنا بإنشائها نقوم ب eu format لطبع القيم بإنشائها سأضيف فقط pig g عفوا سيعطوني الرغل لأن p1 مستخدمة سأسميها pp2 الآن طبعا نطبع قيمة p2 10 مثلا مثلا هنا البروز 1061 نرسل لطلب حساب قيمة fibonacci 17 والنتيجة هي 1597 نفس الشيء بالنسبة 18 إلى 20 ومن تم نمر إلى البروز الآخر وهكذا فبعدي الطريقة نكون قد حسبنا متتالية fibonacci بطريقة متوازية على 1000 process والبروز فهي يتم تنفيذها بطريقة متوازية على المعالج كما تلاحظون فكل المعالجات فهي تشتغل هنا سأرفع البروز من 1000 إلى 10 1000 لا 10 1000 هي كثيرة جدا سأقوم سأقوم فقط 5000 process فإنشاء البروز فهو سريع جدا في هذه الحالة لا يهمنا طبع الخيام لذا لا داعي لإنشاء متغير كما تلاحظون فالمعالجات فهي كلها تشتغل سأضع سأضع 10 1000 وأتمنى أن لا تتوقف الآلع عن الاشتغال مع التسجيل سأسميها L3 لا تلاحظون فكل المعالجات فهي تشتغل إلا أن هناك معالج يشتغل أكثر من المعالجات الأخرى وهذا راجع لأن هذا القود نقوم بإنفيده في الشيل والشيل نفسه هو بروسس يعني أن كل المعالجات فهي ترسل المعلومات لبروسس الشيل الذي يتم تنفيده على معالج واحد لذا نلاحظ أن هناك قيمة مرتفعة دائما في أحد المعالجات مقارنة مع المعالجات الأخرى المعالجات عديدة مثلا حساب متلاتات فيتاغورس فيتاغورس فيتاغورين أو متلاتات فيتاغورس فهي الأعداد التي تتوفر فيها خاص هذه الخاصية مثلا كيف يمكن اختبار الأعداد التي تتوفر فيها هذه القيمة نقوم بنفس الشيء الذي قمنا به هنا في list comprehension أي أننا نطبع قيم x y و z بالنسبة ل x فهو sequence من واحد مثلا إلى إلى 600 و إغارة أيضا فهو sequence من واحد إلى 600 و z أيضا والخاصية التي سنتفقد هي x مضرب x زائد y مضرب y تساوي z مضرب z يقول لي illegal pattern نعم فتساوي في الأرلانج تكتب بهذا الشكل مضرب ريكز ريكز و مضرب مضرب دو قد اخترت قيمة كبيرة نسبيا فيجب على المعالج أن يتفقد 600 مضروبة في 600 في 600 أخرى سأعيد هذا المثال باستخدام أعداد أقل فهذه هي الأعداد التي تتوفر فيها خاصية متلاتات فيتامورس متلاتات فيتامورس زائد 20 مضروبة في 20 كما تلاحظون فهذه هي الأعداد الموجودة بين 1 و 100 التي تتوفر عليها التي تتوفر على خاصية متلاتات فيتامورس فهذه هي الأعداد فبسطر واحد في الأرلانج قمنا بتفقد خاصية رياضية في الأعداد إذا كنا نريد تنفيذ هذا الكود بطريقة متوازية نقوم أولا بوضع هذا المثال وتغيير العدد 100 بالعدد N إذا كنا نريد استغلال نفس دلة اللوب لحساب فكتوريال لحساب فيبوناتشي ومثلاتات فيتامورس وجب فقط إضافات نوع العملية فهنا ستكون فيبو وهنا ستكون فيتامور فاليو ونحن ستكون X Y Z ونقص نضع هذا لنسميها ونقص في الدلع التي ترسل الى البروسس هناك طريقة إما أن نترك value هكذا وعند تمرير الثلة نكتب مثلا pid و fib و value يعني أن value سمي مثلا v كي لا يخلط عليكم الأمر أو call pid بهذه الطريقة ونترك الأمر للمatch pattern ليتكلف بتلك الأمور هناك مشكلة في السطر 40 أرسل رسالة مرادة أخرى من المعلومة من المعلومة الآن أجب فقط إضافات دلت check check بثلتة برامترات emie S من المزل تغير أنه من المضل تشعر تشعر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الترجع ومتتالية فيبوناتي واستخدام عدد من البروسس لتسريع عملية حساب متتالية معينة وايضا رأينا متلاتات فيتاورس وقد تستطيعون اضافة اشياء اخرى مثلا كدلة اكرمان فهي ايضا من احد دول الترجع المعروفة فبعد مدة وجيزة لا يستطيع اي حسوب حساب دلة بيتر اكرمان لان التعقيد الخوارزمي يصبح كبير جدا ولا يستطيع اي معالج حساب هذه الدلة واترك لكم فرصة محاولة برمجة هذه الدلة بلغة الورلانج للتعمق اكتر في الترجع وكيفية استغلاله في البرمجة اوكي اشتركوا في القناة